السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلصنا المنهج على خير الحمد لله ربعة وخمسة وستة وفضل لنا حاجة بسيطة في قول عدادي الفيديو ده علشان اقول لك ان المراجعات نزلت ومن وجهة نظري المتوضعة ان المراجعة هي اقرب طريق بيوضح لك اخطاء ابنك فين علشان كده لازم ابنك يعود ويمسك الورق او الالم ويحل مش بس يسمع المدرس وهو بيراجع علشان كده نزلنا المراجعات في صورة ورق موجود منه نسختين نسخة مش محلولة عشان خاطر تطبعها وتصورها لابنك يقعد هو يحل بيها والنسخة التانية محلولة علشان لما ابنك يخلص الامتحانات والمراجعة تقدر تصحح اجاباته منها وتعرفه ايه الغلط وايه الصح والنسخة المحلولة فيها شرح الخطوات الحل عشان تبقى عارفها طيب فرضا انا لقيت سؤال اه انا شايف حله بس مش عارف حله وصل كده ازاي او مش عارف احنا جيبناه ازاي هترجع للدرس اللي انت مش عارفه ده وترجعه من الفيديوهات طيب الاقي المراجعات دي فين يا ميس هتلاقيها تحت في صندوق الوصف وهتلاقيها في اول تعليق مسبت تحت الفيديو وطبعا لو حضرتك موجود معنا على صفحة الفيس هتلاقيها نزلت اليومين اللي فاتوا واتمنى اني اكون قد المسئولية مع حضرتكم الفترة اللي فاتت وفعلا في ناس استغنت عن الدروس لما قعدت اتفرجت على الفيديوهات واتمنى اكتر ان يكون في ناس كانت ما بتحبش الرياضة وبتكرهها وشايفة انها صعبة ولما تفرجت معنا وتبعت الدروس لايت ان الموضوع اسهل كتير انا دايما نقول كلمة واحدة الحاجة صعبة او سهلة مش عشان انت مش فهمها او ان انت مش حبيبها لا على حسب الطريقة اللي دخلت المعلومة بيها دماغك هي دي الطريقة اللي هتديك انطباع عن المادة اذا كانت سهلة او صعبة اشوفكم يا رب الترمي الجاي على خير واتمنى لكل واحد فيك ويجيب اعلى الدرجات في مادة الرياضة وطمنوني عليكم وعلى درجاتكم في التعليقات اشوفكم على خير يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته